يا بناتي ويا أخواتي يا بناتي ويا أخواتي في مشارق الأرض ومغاربها حجابك حجاب لك من النار حجابك استعلاء استعلاء علو ما هو العلو؟ كأنما تقولين أنت في حكاية عالك كأنما تقولين في حكاية عالك يا ربي أنا خرجت من هذه الشهوات ومن هذا الضغط فيما تفعله قنوات الإفساد وفيما يفعله دعاة إخراج المرأة من حجابها أنا تركت أولئك ورجعت إلى كتابك فوجدت فيه لداءك لي بقولك يا ربي يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ولا يبدين زينتهن لما رأيت خطابك في كتابك استجبت لمرادك أنت يا الله وتركت مراد غيرك استجبت لأمرك أنت وبذلك اتعالت هذه المرأة المحجبة الصالحة أن تفتن أو تفتن أن تزل أو تزل وبالتالي ثبتت على إيمانها فيا أختي المؤمنة أنا أعرف أنك تحبين الله ورسوله وأعرف أنك تحبين دينك ودليل حبك لدينك أنك حريصة على صيامك على صلاتك على محبتك للعفة والطهر لكن أين مظاهر هذه عندما تخرجي متبرجة؟ لا يا أختي التبرج طاعة للشيطان ومعصية للرحمن التبرج وإخراج صدرك ونحرك وشعرك أمام الآخرين طاعة للشيطان ومعصية للرحمن وأذى للناس أجمعين وأنت تمارسين تمارسين اعتداء اعتداء أخلاقي قيمي على هذه المرأة المسكينة اللي قاعدة في البيت مستورة وأنت سبب في دمار بيتها عندما يرى زوجك زوجها هذا الشكل يقول له كان يروح في البيت خاصم زوجته فكأنما تمارسين اعتداء خل بيوت مستورة ساهمي في بناء البيت الآمن السعيد أسأل الله لو لكم التوفيق